من الوقت يسيب حضرتكم مع موجز لأهم وآخر الأخبار مع منا تفضل يمني شكرا لك هدير التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم أكد البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حال الدولتين وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني بن الحسين على دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عبات في هذا الظرف الضخيق الذي تمر به القضية الفلسطينية وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة أشهد رئيس عبدالفتاح السيسي بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس السيسي أكد خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين وصرح متحدث الرئاسة بأن العهل الأردني أعرب عن ترحيب بلاده بالمستوى القائم للتنسيق المشترك وذلك للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة مشيدا بالدور المحوري لمصر في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشيرا إلى أنه يستخدم الطاقة لمحاولة معاقبة الدول التي تدعم أوكرانيا مؤكدا في الوقت نفسه أن الأزمة الروسية الأوكرانية قد تستمر لبعض الوقت جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين بلينكين ونظيره البريطاني جيمس كليفرلي حيث اتطرق إلى التطورات في أوكرانيا وأضاف بلينكين أن هناك التزاما من جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفائها للتأكد من أن الأوكرانيين لديهم ما يحتاجون إلي قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن بلاده ستقدم أسلحة تقيلة لأوكرانيا مضيفا أن لندن والولايات المتحدة مستمرتان في تقديم الدعم لكييف وشدد كليفرلي على أنه سيتم العمل على عزل روسيا أكثر من أي وقت مضى وتقديم المزيد من الدعم العسكري للقوات الأوكرانية وصفا العملية العسكرية الروسية بأنها عدوان على أوكرانيا وأكبر خرق للقوانين الدولية قالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا أنها لم تتحدث إلى نظيرها الأوكراني ديمترو لوبينتس الأسبوع الماضي بشأن تبادل محتمل للأسرع وقالت موسكالكوفا أن هذه القضايا من اختصاص وزارة الدفاع الروسية مضيفة أنها تعتقد أن مثل هذا التبادل غير المتكافئ لا يمكن اعتباره عادلا أعلن المستشار الألماني أولاف شولت أن بلاده لن تدخل عفوا في حالة ركود في عام 2023 رغم وضع اقتصادها المتوتر في مواجهة أزمة الطاقة وأوضح المستشار الألماني أن لديه قناعات بأن هذا لن يحدث موضحا أن بلاده قادرة على التعامل مع المواقف الصعبة للغاية دعت رئيسة بيرو دينا بولوارتي مئات المتظاهرين القادمين من المقاطعات للعاصمة ليما اليوم للمطالبة باستقالتها للاحتجاج بسلمية وهدوء وخلال كلمة ألقتها في المحكمة الدستورية قالت بولوارتي أنها تعلم أن المتظاهرين يريدون الذهاب إلى ليما بعد دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي موضحة أنهم يمكنهم المجيء إلى ليما ولكن بسلمية وهدوء نهاية مجاز التاسعة عودة لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر ببعض الفاصل